السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير يلا بينا نبدأ شرح درس جديد بنشمارك فراكشنز طيب يعني ايه يا نيس؟ بنشمارك فراكشنز دي هنفهم وإحنا بنتكلم وبنشرح أنا حابة بداية الدرس بتاعي ده النهاردة أشرحه من كتاب المدرسة بتاعك تمام؟ وبعد كده هنبقى نبص المعاصر ومتكلم فيه وقاية لإيه بس خلينا نبدأ من هنا الأول طيب هو هنا مدي لك ستوري بروبلم بيقولك شريف was in charge of placing benching along a one kilometer walking pass in Cairo طيب هم حطوا على شريف ده مسؤولية لو سمحت يا شريف حطلنا benches along one kilometer على الone kilometer دوت الطريق دوت اوكي he was supposed to put benches at the beginning middle and end هيحط شريف الbenches ديت at the beginning middle and at the end يبقى هو عنده how many benches عنده three اوكي طيب a two kilometer marker postes should شريف put benches طب هيحطهم بقى فين هو بيقولك draw benches in the appropriate spots along the best اوكي انا معايا beginning middle end اطلوب مني beginning middle end طيب الbegining بتاعك اهو عند الزيرو over eight صح كده ادي اول benches شريف هيحطه والاند بتاعك كمان ما عندكش فيه مشكلة عند الزيرو over eight ده الاند صحة ولا لأ يبقى هنا فيه begin وهنا فيه end طب احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا two benches من اللي مع شريف طب التالت هيحطه فين؟ مطلوب منه يحطه at the middle طب الميدل بتاعك هنا فين؟ ها انتو واخدين بالكم ان الباث اللي هو مطلوب منه يحط فيه البنches دوت متقسم؟ متقسم لإيه؟ متقسم لـ eight equal borders زي ما انتو شايفين وبدأ يقولك zero over eight one over eight two over eight three over eight four over eight five over eight six over eight seven over eight and eight over eight لما جينا عند الزيرو over eight انا قلتلك دي الbeginning او دي الbeginning بتاعته فحط هنا البنش الاولاني ولما جينا عند الeight over eight قلتلك دي الاند بتاعته فحط بنش هنا طب وما للميدل ده فين؟ النص فين يا شباب؟ ايه رأيكم؟ ها نص يعني half فين؟ هنا هو يا ميس هيحط هنا رأيكم بحيث ان الجزء اللي هنا قد الجزء اللي ايه؟ اللي هنا معنى كده ان هنا في one half or half اوكي؟ طيب يبقى هو ده الميدل بتاعه خلاص كده هو كده الشريف عمل اللي الطلب منه حط بنشز add the beginning and add the middle and add the end بالنسبة لك انت مطلوب منك تفهم ايه؟ طيب مطلوب منك تفهم ان الزيرو هي هي zero over eight اللي اتنين equal يعني هنا equivalent اوكي؟ وان ال half equals four over eight وانت المفروض عارف دوتا ان ال half equals four over eight لما كنا بنشوفها في المودلز في المرة اللي فاتت وان ال one hole equals eight over eight وانت كمان عارف ده انت عارف ان ال one hole equals eight over eight تمام؟ يبقى انا بأكد عليك كده هوت وهو دوت كلمة بنش مارك بنش مارك يعني الفراجشنز الاساسية اللي ممكن تقسم بيها طريق مثلا او مكان اللي هما الزيرو وال half وال one الزيرو وال half وال one hole بتاعتك طبعا الزيرو بتكتب zero over اي بقى number في الدنيا هيديلك zero وال one hole انت عارف انا ممكن اكتبه two over two three over three four over four كلامنا بقى على ال half نقطة الميدل بتاعتك تمام كده؟ بالنسبة لي هنا half equals four over eight تمام؟ طب يميس اعرفها ازاي؟ بص على ال numerator وال denominator بص على ال numbers اللي مكتوبة في ال numerator وال denominator تمام كده؟ هتلاقي ان ال eight اللي في ال denominator دي لو عملت لها divided by two جبت نصها هيديلك four مش eight divided by two equals four هو دي معنيها خلاص فfour over eight equals half four over eight equals half تمام كده؟ طب تعالوا نشوف واحدة تانية لما شيف حط البنشز بتاعته المرة اللي فاتت في الطريق في الاماكن الصحة بتاعتها اوكي طلبوا منه يتحدوا تاني وجابوا له طريق تاني برضو one kilometer بصوا طريق one kilometer pass اوكي وقالوا له برضو لو سمحت حط لنا بنشز at the beginning and at the middle and at the end beginning middle and at the end اوكي شريف طبعا فاهم هو بيعمل ايه راح بص كده لأن الroot او الطريق الباس اللي قدامه دوت متقسم zero over twelve one over twelve الحاد ما وصلوا ل twelve over twelve هو فاهم ان zero over twelve دي هي دي ايه beginning يبقى هنا هوت beginning اوكي اوكي فحط هنا هوت ايه بنش زي ما انتو شايفين طيب وبعد كده twelve over twelve دي هي الone kilo دي هي الone kilometer يا ميس يعني هنا هوت كمان هيحط بنش اوكي طيب twelve over twelve اللي هي equals one وانت عارف ده طب ناقص له ايه ناقص له اجزة middle تفكر كده الميدل بتاعه فين middle of the best فين فكروا كده يا حبيبي انا سمع ناس بتقول لي يا ميس عند ال six over twelve برافو عليكم هنا هو ايه دي ال half اهي ما هي half يعني middle اوكي هيحط بنش كمان هنا طيب ومعناها ايه معناها ان ال half equivalent six over twelve half equivalent يعني equals six over twelve نعرفها ازاي نعرفها لما تبص كده على numerator وال denominator تلاقي ان ال number اللي في ال denominator divided by two يدي لك ال number اللي في ال numerator twelve divided by two equals six يعني six half twelve تمام كده فيبقى ده half the pass half of the pass تمام يبقى هو كده شريف عمل كمان التحدي التاني حط add the beginning and add the middle and add the e the end حط three بنشز بتوعه تمام كده هو بس هنا بيأكد عليك معلومة برضو تاني اللي هي ايه اللي هي zero over اي number في الدنيا هو هو equals zero zero over twelve equals zero zero over ten equals zero zero over one hundred equals zero تمام طيب ولما يكون ال numerator زي ال denominator بتاعك same numbers يبقى equals one يعني لما اقولك هنا زي هنا twelve over twelve equals one six over six equals one seven over seven equals one طب بالنسبة بقى للميدل هي دي اللي الكلام عليها half equals ايه half equals ايه half يميس equals fractions يكون ال numerator بتاعها half زي denominator هتلاقي الرقم اللي في ال numerator half الرقم اللي مكتوب في ال denominator نصه او هتلاقي او بمعنى تاني يعني الرقم اللي في ال denominator divided by two يديلك الرقم اللي في ال numerator تمام كده ماشي تعال نسوف اللي بعد لو بصيت ten over ten واجي البنش التاني تحط طب الميدل بتاعك فين انهي fraction قدامك هي لما تاخد ال denominator تعمله divided by tweet ديلك numerator هو ده برافو يبقى جي البنش التالت بتاع ايه بتاع شريف يبقى هنا هو الميدل يعني ايه يعني half والhalf كده equivalent 5 over 10 الحد دلوقتي شوف انت خدت كم حاجة equivalent للhalf equivalent قلنا يعني equal تعالوا نبص كده يعني هنا مثلا قلنا ان half هي هي 6 over 12 هكتبهم تحت ان half equals 6 over 12 وقلنا ان half equals 5 over 10 وفي الصفحة اللي قبلها هنا كنا قلنا ان الميدل بتاعي half equals 4 over 8 هكتبها كمان تاني هنا equals 4 over 8 اهو طبعا انا عندي fractions كتير جدا equivalent للhalf تمام كده عندي fractions كتير جدا equivalent للhalf الشرط بتاعك ان denominator divided by 2 هيدي لك ال numerator بتاعك خلاص كده بصوا هتلاقي هنا هو 1 وهنا في 2 half بتاعتك طب تعالوا كده الجنوم 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 divided by 2 equals 1 اهو فبقيت خاف هنا هو 6 over 12 12 divided by 2 equals 6 5 over 10 10 divided by 2 equals 5 8 over 8 8 divided by 2 equals 4 كلهم denominator divided by 2 هيدي لك numerator او ينفع اقول ان denominator double من 2 double في 2 من ايه من ال numerator بتاعه في 2 اوكي double من ال numerator بتاعه رحنا بقى لكتاب المعاصر بتاعنا تمام كده وهو هنا بيقول لك ايه بيأكد معيك على 0 وال half وال one is benchmark fractions يبقى هم دول benchmark fractions بتاعتي طب يميس هتفيدني في ايه هتفيدني في ان انت بعد كده هتقدر تامل بيها compare between fractions هتقدر تامل بيها compare between fractions هنستخدمها بعد كده وهتشوف هنستخدمها ازاي خليك فكر بس zero half and one تمام طب بصوا كده هو رسمدي رسمة هنا مهم جدا بصوا عليها number line بتاعي لتو equal borders بصوا الhalf موجود فين في النص هو half طبعا يعني middle زي ما اتفقنا طب لما جيه عبر عن quarters عمل ايه بصوا كده من zero لل one اسم number line ل four equal borders one two three four خد بالك كده half middle equivalent two over four طب لو قسمها بالنسبة لل six بصوا كده على number line يبقى انا الوقت معاك ال denominator بتاعك في ايه معاك في six اهو تمام كده قسموا six equal borders وبدأ يكتب لي one over six two over six three over six four over six five over six one تمام كده طيب بصوا كده three over six هي اللي جاي فين في الميدل هي اللي جاي فين في الميدل هي اللي اكوفالنت مع مين مع الهوف تمام هتلاقي كل بقى الفراكشنز اللي نزلة قدامك في الميدل دي كلهم لو خدت denominator divided by two هيدي لك numerator denominator divided by two هيدي لك numerator بص كده divided by two equals four ten divided by two equals five ها twelve divided by two equals six فاكرين بقى لما كنت بقولك لو سمحت تحفظ ان كنت بقولك انا عايزك عارفها كويس وحافظها فاكرين النهاردة هقولك انا عايزك تبقى حافظ كويس جدا او عارفها تعرف تحلها على طول ان الone over two equals two over four equals three over six equals four over eight equals five over ten equals six over twelve equals بقى كتير fifty over one hundred ما هو الففتي نص الone hundred وانا باتكلم في الهاف برضو فورتي اوبر ايتي ما هو الفورتي نص الايتي تمام فانا عندي الميدل بتاعي دوت كتير جدا جدا يعني فراكشنز كتير جدا تمام بصوا حتى هنا بيقولك ايه in each fraction half or two over four three over six four over eight five over ten and six over twelve the numerator is equal to half the denominator خلاص احنا عارفين or ممكن انتا تقولها denominator is double to the numerator denominator is double to the numerator الجملة صحية يعني بصوا يا حبيبي كده هنا هو على الاكزامبل الموجود ده بيقولك ايه بيقولك find the benchmarks for one over eight five over eight and seven over eight هو هنا كأنه بيقولك ارسمها لي على number line طيب locate each fraction on the number line decide if the fraction closer to zero half or one طيب هي دي بقى للوقت يتهميني في الجزء ده تمام decide يعني قرر خد قرارك if the fraction closer to closer to يعني قريبة من سكنة جنب من الفراكشنز دي لما هنحطها على number line هتلاقي بتها او مكانها اللي تحطت فيه على number line closer to يعني سكنة جنب من سكنة جنب الزيرو ولا سكنة جنب الهاف ولا سكنة جنب الone تعالوا نبص كده لما جي حط one over eight فجاب number line بتاعه وقسمه zero هي zero هي والone هي اللي هي زيرو دي هي كأنها زيرو over eight تمام كده وبعد كده حط one over eight طب وبيسألك بقى سكنة جنب من زيرو ولا هاف ولا وان تعالوا بص كده هي قريبة للزيرو اكتر ولا للهاف اكتر لا يميز دي قريبة دي سكنة جنب الزيرو هي ده البيت جنب البيت بالزبط عشان كده اقول one over eight is closer to zero يبقى closer two هنا كإني بقولك هي سكنة جنب مين بيتها جنب بيت مين قريبة المين مين ان هي مين اللي هو الزيرو والهاف والone تمام طب يلا نبص على جنبها هو مديني five over eight five over eight برضو عمل بتاعه وقسمه eight equal بارتس eight الديناميناتر بتاعها في eight تمام وجي على حدد مكان الزيرو اللي هو اللي هي zero over eight مكان اللي هي الone او eight over eight يبقى الستارتنج zero over eight وبعد كده جي عند اللي هي four over eight خلاص كده طيب وبعد كده لما جي عند ال رح كتبلي بعدها five over eight اللي بيسألك عليها اهو كتب هي five over eight طب انت شايفها سكنة جنب مين مين اكتر واحدة قريبة منها قريبة من الزيرو ولا قريبة من الone ولا بص كده هي والهوف سكنين جنب بعد ازاي يبقى five over eight closer two مين closer two هوف بصوا البيوت جنب بعدها ازاي وهما مكتوبين على number line بصوا سكنين seven over eight رسم number line بتاعه وقسموا eight equal a باردس بدأ من الزيرو اللي هي zero over eight انت لازم تكون فاهم ان الزيرو دي قصدو بيها zero over eight وكتب الone اللي هي eight over eight وبدأ يعيد هنا هو over eight two over eight three over eight الغاية ما وصل seven over eight eight بالمنظر اللي انت شايفه كده تمام طيب الهوف دي اللي هي ايه مس اللي هي four over eight طب بالنسبة بقى للseven over eight اللي هو بيسألك عليها closer to مين سكنة جنب مين هل هي سكنة وهي في المكان ده على number line جنب الزيرو لا يا ميس طب قريبة للهوف اكتر ولا للون اكتر في بيتها لا يا ميس دي قريبة للون ده بصي هما اللي اتنين جنب بعض خالص ازاي دي معناها closer to يبقى seven over eight is closer to one سكنة جنب الone ريبة لها قوي تمام هي دي لعت لما يقول لك حدد decide closer to ايه طيب وزي ما اتفقنا closer to بيحددها لك بالبنش مارك بتاعتنا بنش مارك اللي هما ايه اللي هما three fractions اللي بنتعامل معهم zero over ايا كان النمبر هنا هو تستخدمنا zero over eight والhalf والone اللي هي بفكها ال eight over eight seven over seven او ايا كان بقى على حسب الفراكشن اللي هو ايه بتتعامل معاها بيها يعني تعالوا يلا نشوف check your understanding يلا نشوف احنا فاهمين ايه دلوقتي circle all fractions that are equivalent to half تمام مين الفراكشن اللي قدمي هنا equivalent to half equivalent هنا قولنا يعني equal تمام نعرفها ازاي نعرفها بانك تاخد denominator divided by two يدي لك numerator again denominator divided by two يدي لك numerator لو طلعت الشرط ده متحقق معك يبقى هي equivalent half طب يلا نجرب two over five five divided by two يديني two لا الكلام ده مش equivalent half طب six three over six six divided by two equals three تمام ياميس يبقى دي equivalent half seven over twelve يلا denominator divided by two twelve divided by two ياميس six not seven يبقى مش معايا five over ten ها ابدأ بمين بالdenominator ten divided by two equals five اياميس دي equivalent half ten over twenty يلا بصوا هتلاقوا من الاخر كده الرقم اللي فوق نص الرقم اللي تحت يعني هتلاقوا النوع الرقم اللي في numerator بتاعك نص الرقم اللي في denominator بس انا بقول لك كده عشان تبقى ايه تبقى متأكد من اجابتك اللي انت خد خد التجربة في انك تعمل لها divided by two لو انت متلغبة هو نص ولا لا يلا 20 divided by two equals ten يبقى ده كمان equivalent to half طيب ten over eighteen eighteen divided by two equals nine مش ten يبقى الكلام ده مش equivalent to half four over eight ابدأ من الdenominator واعمل له divided by two eight divided by two equals four يبقى جماعية equivalent to half four eight eight over fourteen يلا ابدأ من الdenominator fourteen divided by two equals seven يبقى دية نط equivalent to half احنا اتفقنا لازم اللي فوق يبقى نصف اللي تحت five over six دي من اولها كده يميز بعين ان هي مش equivalent to half اصلا ده بص يميز دي قريبة خالص دي closer to one اصلا يميز طب ليش خد بالك بقى الdenominator احنا كده عملنا الفراكشنز اللي اكوفالنت to a half طيب هو بيقول write the fractions closer to zero half or one ده بقى احوار الbenchmark بتاعك ها ان انت بتعرف closer to وريبل مين سكنة جنب مين اوكي طيب وخد بالك بقى الفراكشنز اللي هو مجي هنا كلها الdenominator بتاعها في ايه في 10 ورسم لك ال number line هوت وقسم لك ل 10 equal borders عارفتي من فين ان هما تن يميز عشان الdenominator هنا بتن خلاص كده يبقى هو بيقسم ال number line بتاعي على حسب الرقم اللي هو كتبه لك في الdenominator تمام كده طب يلا نروح بقى نكتب على ال number line الاول ال fractions انا عندي هنا 0 over 10 هنا 1 over 10 2 over 10 3 over 10 4 over 10 5 over 10 بصوا 5 over 10 هي الهوف ازاي 6 over 10 7 over 10 8 over 10 9 over 10 10 over 10 اللي هي 1 whole تمام كده فيبقى 0 over 10 هي 0 10 over 10 هي 1 whole بتاعتك 5 over 10 هي الهوف تعالوا بقى نشوف fraction 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 ونشوف هتبقى سكنة جنب مين اوكي طيب 8 over 10 بصوا كده 8 over 10 هي ميس طيب ايه رأيكم قريبة اكتر للهوف ولا قريبة اكتر لل 10 over 10 اللي هي 1 بصوا كده لقيت over 10 هي بصوا بينها هنا هو 2 fractions عشان تروح للهوف لكن بينها وبين 10 over 10 اللي هي 1 ايه fraction واحدة بس لا يا ميس طيب قريبة لل 1 يبقى هنا هو closer to 1 تمام طيب 6 over 10 6 over 10 تعالوا نبص عليها بصوا 6 over 10 موجودة فين يلا بقى سكنة جنب مين جنب 5 over 10 اللي هي ايه اللي هي half يبقى هي دي closer to half يبقى انا بتعامل مع ال 3 ارقام اللي هما ال 3 fractions دول البنشمارك بتاعي يئمة 0 يئمة half يئمة 1 تمام كده طيب over 10 تعالوا نبص على 2 over 10 اهي سكنة قريبة من مين اكتر من ال half ولا من الزيرو بصوا كده بينها وبين ال half في 2 fractions هم لكن بينها وبين الزيرو في fraction واحدة لا يبقى هي اقرب لمين للزيرو يا ميس يبقى هي closer to 0 طب 9 over 10 بصوا كده 9 over 10 اهي ها لازقف مين بيتها جنب بيت مين جنب ال 1 يا ميس يبقى هي closer to 1 طب اخر واحدة 4 over 10 تعالوا نبص كده على 4 over 10 اهي سكنة جنب مين جنب 0 over 10 ده 4 over 10 اهي يا ميس بصي دي سكنة جنب ال 5 over 10 دي جنب ال half تمام يبقى 4 over 10 closer to half يبقى انت كده خليك فكر ان closer to يعني كأني بسألك هي سكنة جنب مين هي سكنة جنب مين وجنب مين دي انت بتحدد بين الزيرو والهوف والوان زيرو وهوف وان هو ده هدفك في البنشمارك بتاعك طب يا ميس لو احنا بنتكلم في ميكسد نمبر لو بنتكلم في ميكسد نمبر هيبقى برضو البنشمارك بتاعتنا هي 0 half وان لا يا حبيب بينفع برضو بصوا البنشمارك بتاعتك ممكن تبقى one and half ممكن تبقى two ممكن تبقى two and half زي ما المسألة معاك بقى هتدي لك هنبدأ نشوف ونحل لها تمام هو هنا بس بيوري لك ان مثلا one and half انت خلاص بقيت عارف ان ال half هي هي equals two over four هي هي equals three over six فالone ما تغيرتش بصوا one and half هي هي one equal يعني two and four equals one three over six equals one four over eight equals one and five over ten الone مش بتتغير لكن انت خلاص الاساس بتاعك احنا تعلمنا وقلتلك خليك حافظ ان ال half equals two over four equals three over six equals four over eight and so on تمام فلو انا جيت قلتلك one and half حتوبقى equals one and two over four حتوبقى equals one and three over six حتوبقى equals one and four over eight لو انا قلتلك two and half حتوبقى equals two and two over four حتوبقى equals two and three over six وهكذا برضو لو قلتلك five and half حتوبقى equals 5 and 2 over 4 حطبق equals 5 and 3 over 6 يعني اين كان النمبر اللي هتكتبه هول هنا خلاص انا عارف ان equals 2 over 4 و3 over 6 و4 over 8 وبرضو ممكن يكتبهم بشكل بصوا تجو نحولها نفس المنظر اللي قدامي دوت اهو بصوا انت خلاص عارف ان دول وهم ايه مكسد يلا احنا عارفين بنحول لامبروبر ملتبلوي وبرض 1 by 2 equals 2 plus 1 equals 3 كتب هاله 3 over 2 طب يلا هن ملتبلوي وبرض 1 by 4 equals 4 plus 2 equals 6 over 4 فبقيت 3 over 2 equals 6 over 4 equals وحولهم كلهم لامبروبر fractions ودته نفس الايه النتيجة ان هم اكوويلنت fractions طب تعالوا نعمل check your understanding ها write an equivalent fraction to each pinch mark fraction كي عايزك تكتب equivalent fraction يعني حاجة fraction equal الفراكشن اللي قدامك ده طيب خلاص احنا حافظين بقى انا قلتلك خد بالك منها 1 over 2 اللي هي 1 over 2 equals a لو كتبتلي تحت 4 في الديناميناتر يبقى قولي 4 divided by 2 equals 2 يبقى 2 over a 4 لو كتبتلي هو عايز بس only one fraction ده انا ممكن اكتب له fractions كتير قوي لو كتبتله هنا 10 في الديناميناتر يبقى 10 divided by 2 equals 5 كلهم equals ايه one half اوكي طب zero احنا اتفقنا ان انت لما تحط zero في النيوميريتر over اي number الكلام ده هيدي لك zero في الاخر صح او لا لا يبقى الاكوفلينت fraction بتاعتي zero over six مثلا اللي عايز يكتب zero over seven اللي عايز يكتب zero over one hundred كلهم صح كلهم equals zero في الاخر ما انت عارف ان over دي يعني divide و zero divided any number equals zero ما انتو حافظين ان zero يزاهيره صح او ولا ايه طيب one احنا خلاص حافظنا two over two equals one three over three equals one five over five اكتبوا لها اللي انتو عايزينه يعني four over four مثلا تمام هنا كاتب لي one and half احنا اتفقنا انت لازم تكون عارف الحاف ديت لها ايه fractions اكوفلينتا معيها ال one هتنزل one whole زي ما هي هي تمام طب ال half واحد ممكن ناخدها من هنا هي two over four و نكتب جنبها مثلا five over ten زي ما انت حبت بقى انت كده انت خلاص فهم احنا بنجيبها ازاي طب هنا يا ميز دي two whole اه التوهول دي تبقى انا هحولها تقول لي number divided by number يدي لك two اوكي ايه رأيكم مسلا اللي هيقول لي ten over five مش ten over five يعني ten divided by five الكلام ده في الاخر واحد تاني قال لي مسلا اه ايه رأيكم six over three برضو صح مش six divided by three equals two اين كان بقى المهم ان انت هتكتب لي هتحول لي two diat عشان هي whole number هتتحول لي ايه تمام كده طيب كفاف الحسة دي الحد كده اقابلكو الحسة الجاية ان شاء الله ما تنسوش تدعوية دعوة حلوة بظاهر الغيب وتكتبوا لي تعليق حلوة تشجعوني كامل بي معيكم لايك وشير عشان تكون لي يستفيد سلام عليكم اشتركوا في القناة